أكد وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بدر عبد العاطي موقف مصر الداعمة لوحدة وسيادة الصومال على أرضيه ورافض لأي تدخل في شؤونه الداخلية خلال لقائه وزير خارجية الصومال أحمد معلم فقي أكد عبد العاطي حرص مصر على المشاركة في بعثة حفظ السلام في الصومال بناء على رغبة الأشقاء الصوماليين مشيرا إلى أن قرار الإعلان عن افتتاح المقر الجديد لسفارة مصر في مقدشيو سيسهم في تعزيز العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين ودعم التعاون في كافة المجالات محل الاهتمام المشترك ومن جانبه أشهد وزير خارجية الصومال بالدعم الذي تقدمه مصر لبلاده وتطلعه لتعزيز التعاون في مجال التعليم وزيادة المنح الدراسي المقدمة من الأزهر الشريف للصوماليين بالإضافة إلى النظر في زيادة عدد رحلات مصر للطيران إلى مقدشيو لتعزيز الترابط والتواصل بين الشعبين الشقيقين